عيبت مع صلاح هنا في المنتخب؟ لحد دلوقتي لا لحد دلوقتي يلا تلت مع أسكر أول مع أسكر كم مصاب والمع أسكر الأخير كن يعني لعبت معه في التمرين لكن ما عيبتش معه ما تشاهد فهو تصاب بقى بس إن شاء الله نلعب معي يعني أنا حابب إلا نلعب معي علاقتك بي إيه بقى وبكل المحترفين التامين؟ أنا يعني الناس المحترفين بصراحة يعني حتى النهاردة أنا جاي كنت بكلم منني وترزيجي بيبركولي يعني على الهدف والبطولة في علاقتي بهم كويسة وكوكة برضو نفس الكلام كلمني يعني صلاح أنا باحترمه وبحبه وكل حاجة بس علاقتي بيه مش زي دول يعني يعني اللي هو بنتقبل في المنتخب إزايك عامل إيه أخبارك إيه نتطمن على بعض لكن ما فيش علاقة تليفونية يعني لأنه لسه ما لعبناش كمان مع بعض لسه بالزبط بس طبعا هو محمد صلح لعيب محترم ولعيب متواضع وبيحب كل الناس تفتكر إزاي تسامت على وشه آه زي الوصل للمكان ده العقل دماغ التفكيره التغيير من نفسه إيه اللي بيعجبك في صلاح؟ هم أربع حاجات أنا بقولهم دايما في صلاح اللي هم؟ العقل التحرك وفي الملعب الزكاء وهو التطور بقى اللي هو بتطور فيه هو تطور جدا طبعا وسريع يعني محمد صلح ممكن يكون مش موهوب يعني هو مش موهوب في الكورة يعني هو مثلا مش مش مثلا زي إسكو ولا زي توني كروز في اللي عجب الكورة لكن هو زكي هو لعيب زكي عارف إمتى يتحرك إمتى يجيب جون حمد صلاح ممكن يوعد تسعين ديئة الكورة مجلوش كتير لكن تجو لوحده يخلص الماتش خد نجم الماتش بس فده زكاء خليوا سنو رونالدو دلوقتي كده بيلعب على دي عشان سنه طبعا 35 سنة بينافس على حسن لعيب في العالم